اشتركوا في القناة مركة حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع الإطار القيادي المؤقد لمنظمة التحرير في خطوة للانضمام للمنظمة بعد إعادة بنائها وتفعيل هيكليتها لكن الفرح بالخطوة لا يدعو لرفع سقف التوقعات برأي البعض فتطبيق الاتفاق هو الامتحان الحقيقي ما حدث خطوات مهمة ولكن ضمن مسار طويل وهناك تأجيل بعض القضايا المهمة إضافة إلى البرنامج السياسي هناك تأجيل لموضوع الحكومة بسبب انتظار اللجنة الربعية الدولية ومثل هذه المواقف إذا لم تتوفر إرادة مناسبة لتغليب المصلحة الوطنية على أي اجتراطات أو تدخلات خارجية اجتماعات المصالحة تتواصل في غزة ستعقد لجنة المصالحة أول اجتماعاتها لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي لن يكون كذلك ما لم يشمل كافة مناحي الحياة المجتمعية الفلسطينية وكافة الأطياف الفلسطينية إذا كانت القلوب النية الصافية باتجاه المصالحة فأكيد تنجح أما إذا كانت كل فصيل يتحدث من المصلحة الشخصية فنجح بيكون بعيد نحن لا نبلغ إلا أن نفعل كل المعطيات الموجودة على الأرض تحكم على جميع الأطراف أن يمشون بطريق المصالحة أما إسرائيل التي تلقى ضربة مداوية في رهانها على استمرار تشتت الصاف الفلسطينية فيثير غضبها التقارب الحاصل وبخاصة في الحديث المتعلق بانضمام حماس إلى منظمة التحرير بالرغم أن البعض يبالغ في التفاول بشأن تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس بناء على الخطوات المتقدمة الحاصلة في القاهرة غير أن هناك من تخيفه هواجس التجارب السابقة الفاشلة من رمالة أيسر البرغوثي تلفزيون القدس